اشتركوا في القناة على حساب الأمن الاجتماعي للمواطن بين أخصام اليوم وخلان الأمس من كل الأطراف أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال لعماد حب الله إلى أن في خضم الأزمة الكبيرة ومع فشل المسؤولين بتشكيل حكومة الناس جائعة متمنيا على الرؤساء المسؤولين أن يشكلوا حكومة جديدة لأن البلد في حاجة إلى حكومة فاعلة وقال كل أمل أنهم يحاولون كل على طريقته ولكن أتمنى أن يكونوا على الصفحة نفسها ويجلسوا معا في غرفة ويظلوا فيها حتى تشكيل الحكومة المسؤولية عليهم وأتمنى أن ينجحوا فيها ودعا حب الله خلال افتتاح أكاديمية بريكس للتأمين الصناعي إلى التعاون بين الوزارة والصناعيين وقطاع التأمين بما يؤدي إلى تدعيم هذه القطاعات مع بعضها ومضاعفة إنتاجيتها كما تم الإعلان عن أعداد الشركة لأول بريس التأمين صناعية شاملة تغطي المخاطر بنسبة 100% كشف مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض عبر تويتر أن قسم الطوارئ الكورونا في المستشفى يعاني من الازدحام الشديد وقال هذا ليس بجديد فالوضع مستمر منذ أسابيع ولفت إلى أن مع تدهور الوضع المالي العام تطالب بعض المستشفيات الخاصة بمبالغة ضخمة قبل البدء بإجراءات دخول المريض ما يدفع الحالات الأكثر عوزا إلى اللجوء إلى المستشفيات الحكومية وأكد أن الوضع يزداد سوءا حيث أننا نرى المزيد من الأطباء والممرضين يغادرون لبنان وأن الدعم والمساعدات تتضاءل والمزيد من الناس قد أصبحوا تحت خط الفقر سائلا هل يمكن لنظام رعاية صحية مرهق أن يستجيب لطلبات متزايدة باستمرار أو هل يعجز عن ذلك؟ مع هذا الخبر نختم وجز العشرة ونعود لمتابعة يوم جديد دائما مع الزميل إلي حوشان